النهاردة حبابتي هنخزن مع بعض اللمون الادالية. انا هعمله معاكم النهاردة لانا عايز عصير يعني لانا استخدمه كعصير واعمل بده مشروبات. فوحقولك ازاي لو انت حابة انت تخلي الطعم متاعه في مزازة شوية زي اللمون البلدي بتاعنا فتابعيني دهاتي الفيديو عشتشوفي معايا انا هعمل العصير دهوة ازاي ازاي ما احنا شايفين حبايبي طريقة سهلة وبسيطة و هتطلعوا بنفس الطعم اللمون اللمون الزغير نفس المزازة اللي بتبقى فيه يعني تابعوني حبايبي وفضل الولايسة امرا ما تنسوش كده لو الفيديو يجبكم فضل الولايسة امرا تشجعوني وتدعبوني باللايك والشير عشان الفيديو ده يوصل الناس كتير اللي هي تشوفه وتستفاد بينه ويلا بينا نتابع الطريقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي وحبايبي في اللي في مطبخ طلبتك اوامر مع حنان الورائي تعروبين حبايبي الاول نصلي كده على رسول الله على يفضل الصلاة والسلام ونشوف مع بعض عن خز الليمون دهوت ازاي طبعا هو معروف الليمون الاضالية دهوت بيتعب المخلة فيه ناس بيستخدمه برضو ومش للمخلة بس يعني بيستخدم برضو اللي احنا ممكن نعمل منه مشروبات اه فانا عشان الليمون دهوت بيبقى طعمه مفوش مزازة شوية اه زي الليمون اللي هو الزغير كده بتاعنا اه البلدي فدوقتي بقى ايه حنعمل حنعمله حركة كده اه بسيطة انا معايا اتنين كيلو من الليمون الاضالية وعنحط معايا اللي اتنين كيلو دول اه نص كيلو اه من الليمون اللي هو الزغير اه فطبعا نص كيلو عايديني اللي عايخلي الليمون كله اه طعمه في مزازة فهو ده اللي انا عايزة انا بحب اللي هو يبقى في مزازة فدوقتي عشان انا استفاد بكل حاجة في الليمونة فانا هنشوف مع بعض عنابلية انا غسلت الليمون كويس ونشفته كويس جدا وبعد كده بابشر الطبقة اللي برة دي اه زي بحنا شايفين طبعا انا كده بشرت كل الكمية زي ما شوفنا الطبقة اللي برة دي انا كده خدت البشر بتاع الليمون قدامك حاجة من اللي اتنين ممكن تفرد البشر دهوت في صانية ما يباشفق بعضه يعني وبعد كده بتدخليه الفرن على الاقل درجة لحد ما يتحمص وتتحنيه ويبقى عندك بودرة الليمون عايز ان انت تحفظيه في علب وتستخدميه في وصفات يعني مثلا في تدبيلة سمك اي تدبيلات من تدبيلة سمك فراخ سردين حاجات من دي فهي ساعات الوصفة بتبقى بحتاجة بشر لمونة فممكن احنا نحتفظ به في علب ونحطه في الفريزر ونستخدمه في اي وصفة ما يكون فيها معلقة كبيرة من بشر الليمون ولا حاجة فتطلعي وتاخدي منه فاي تدبيلات تدبيلة مخلل اي حاجة فتقدري اللي انت تاخدي منها وتحطي على الوصفة اللي انت بتعبيريها يبقى انا كده اول حاجة استفدت بالقش مرمتهوش واستغلت ايه عملت منه بشر لمونة دي اول حاجة اه تاني حاجة بقى ايه هنبدأ اللي انا نقطع الليمونة كده لان الليمونة بتبقى كبيرة طبعا الليمون اللي معي كبير على صغير قلنا اتنين كيلو من الليمون القضالية ونص كيلو من الليمون الزغير ببدأ بعد كده اللي انا بقى قطعه كده ايه زي واحنا شايفين ده اه كل الكبية اه هديجي بقى ايه اه في الخطوة ديت اه قدامك اللي انت تعصريه بكذا طريقة يعني اه ممكن اللي انت تحطي في شفشة الخلط بس في الاول يعني اعتحتاج اللي انت تحطي شوية كده صغيرين في الشفشة وتبدأ اللي انت تضربيه ما حابة صغيرين خالص من الليمونة اللي انا اخدتهم بنبدأ اللي انا نضربهم هتلاحظوا اللي هو ماشى معايا بسرعة زي ما احنا شايفين يعني اه بعد كده اه بدأت اللي انا اول ما بتحاول معايا اه لمية عصير الليمون يعني بدأت اللي انا زودت كمية من الليمون تاني ياه فزي ما احنا شايفين لو الخلط حسيتي اللي هو تقل معاكي وكده فانا زودت اقل من ربع قباية مية لحد وقت اللي ما زودتش مية وحد وقت بينضرب ايه طبيعي اه فتقدري اللي انت لو لقتي تقيل معاكي شوية فتقدري اللي انت تزودي اه يعني مع لقتين تلاتة كده من المية او اقل من ربع قباية مية اه بس كده هي في اول مرة وبعد كده اللي انت عتصفيه ممكن ترجعي اللي انت تفضي تاني في الشفشة والمية يا عصير الليمون تفضي تاني وتضربي بقية الكمية ازاي كده يعني لحد بتخلصي وبعد كده بتصفي يعني انا اول كمية عملتها اه بصفيها كده اهوت اول كمية بلا ضيفت اقل من الربع قباية مية وانا بضربه عشان الخلط يمشي معايا اه على طول يوم بضربت اول مرة حطيت شوية زوارين من الليمون في الشفشة وبعد كده لما انضربه زودت لمون تاني الخلط بدأ يتقل معايا فزودت اقل من الربع قباية مية وبعد كده ضربته واتحول معايا العصير لمون زي ما احنا شايفينه للناس اللي هي ما عندهاش اه اه عصارة اللي هي بوكت تعبيرها اللي تشوفتوها في اول فيديو فاقدروا يعبرو كده بوكت بقى ايه بصوا اللي بصوا هو بيبقى العصير بيبقى اللي هو بيندرف وقلط عصير لمون بيبقى تيل كده لو انت عايزة بقى يبقى خفيف زي المية فبتصفي كوباية تغذية وتصفيها بشاشة فعيطلع معاياك عصير زي اللي نازل في العصارة ايه كده دلوقتي ايه زي بقى احنا شايفينه لان اهنا بقى ايه قلت اللي انا اقول لكم برضو زي اللي احنا نعصره في العصارة فببدأ اللي انا بحط كده منه اه من اللمون اللي بتقطع وبعد كده بضغط كده بوفو اه بالايت بتاعتها وبعد كده بينزل العصير لوحده والايتش لوحده اه يبا انت كده لو عتعبلي في الخلاط هو اول مرة بس هتحط يقال من الربع كوباية مية وبعد كده بتصفيه ولو عايزة انت تخليه نازل مية زي اللي نازل من العصارة كده عصير اللمون كده زي زي ده بالزبط فأنت بتصفيه بشاشة بتاخدي اللي بينزل منه وبعد كده بتحطيه بشاشة الخلاط تاني وتدربي بقيت الكمية وهكذا يعني بس اه او ممكن بقى ايه اه ممكن تحطيه في مصفة وتبدأي بقى لو انت بقى عندك عضلات شوية وكده فممكن انت ايه تعصري بأديكي يا او ممكن تدربي ضربة في الخلاط وبعد كده تحطيه في مصفة وبعد كده تبدأي تكميل عصر بأديكي يا اه يبا انا كده قلتلك تعبيري ايه بس هو اللي هو يفضل اللي انت بك تدربي ضربة كده لحد ما يبشي كده فوق خلاط شوية بعد كده حطيه في مصفة وحط المصفة دي بتكون تحتيها اه صانية كبيرة او حلة وبعد كده تبدأي تكبلي عصر بأديكي فعشان ينزل المية تنزل لوحديها وممكن المية اللي انت تخليها نازلة اه زي اللي نازل عصير اللمون دهوقتي فتصفيها اخر حاجة بقى بعد بتخلصي بشاشة اه عباتي كده تحتفظي بعصير اللمون زي ما شفنا انا كده خلصت واللي كان بينزل من العصارة كنت برجعه تاني وبعصره تاني وقررت العملية اه اللي هو القشر اللي بينزل لان كان فيه لسه عصير اللمون فكنت باخده وبحطه عصارته يجي ثلاث مرات وده كده عصير اللمون اللي طالع معايا اه بقدر بقى ايه اللي انا احطه اه تحتفظي بيه بقى زي ما انت عايزة يعني انا اه هحطه في الازلزة دلوقتي ونشوف الكبيرة اللي هتفضل هتحطها في اه ازاي بكر اللي انا اه تحتفظي بيه في اه اول بالتنج اه عايزة تعبيري بكعبات بس انا بقى بصراحة انا يعني في يومين الشتة دوني مكانا انا حبيت اللي انا عمل بموضوع ده الموضوع قصدي ده هوت اه ازاي اللي انا احفظ عصير اللمون ده هوت يعني انا مش عاملة اللي انا احفظه في الفريزر كبان لفترة طويلة لا هو عشان الليمون دولت برده وكده طبعا البرد بيبع على طول بستمرار فانا عاملة العصير ده هوت عشان اخلي يعني اه جزء كده في ازازة في الفريزر والجزء التالي أخليه في التلاجة عندي بالتحت يعني أخلي إزازة تحت كده في التلاجة وطبعا إيه أعمل لمون سخر يتشرب مشروب اللمون الدافي ممكن لأنا وأنا بعمل شاي بلمونة أو ينسون بلمونة كده فكل الحاجات ديت بتبقى حلوة اللي هي يعني وقاية كده بالنزلات البرت فطبعا ده يعني يوميا لازم الإزازة ديت يعني في البرد كدهوات أيام البرد اللي احنا فيها دلوقتي فلازم الإزازة ديت اللي هي تفضل عندي في التلاجة من تحت عصير اللمون المركز أدخله في أي حاجة أخذ وحط في أي مشروب أنا بأعمله على طوق طبعا علشان طبعا المشروب زي ما شفنا مشروبات ديت بتبقى وقاية من نزلات البرد شكرا حبايبي على المشاهدة السلام عليكم